وعشان كده لازم نعمل شوية اجراءات نرجع مرة تانية تعالوا نتفق على اول اتفاق ان احنا من حقنا ان احنا لا نقبل اي سلعة فيها غش تجاري امتنع عن التعامل مع الناس اللي عندهم غش تجاري ومش بس كده احنا عندنا كمان حاجة اسمها جهاز حماية المستهلك ده عايزين ننشط الجهاز ده ليه؟ لان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم علمنا سنة مهمة جدا جدا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ انصر اخاك ظالما او مظلوما قال علمنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله فكيف ننصره ظالما قال ان ترده عن ظلمه عايزين نرد الناس عن ظلمه ونمنعه من الغش التجاري اي حد بيحتكر اي حد بيغش يجب ان احنا نوقفه عند حده ليه طيب؟ لان حضرة النبي امرنا وخاصة في الازمات اللي احنا فيها دي لو استمر الشخص ده يستمر في هذه الازمات يستغل للناس ده هيبقى جاشعة هيبقى انسان في غاية السوق الحاجة التانية اللي احنا لازم نعملها يا سادة احنا لازم نعيد تعرفنا لاحتياجاتنا لان فيه بعض الاحتياجات بننقلها الى احتياجات اساسية وهي مش احتياجات اساسية فبنساعد الناس ان هم يستغلون لا فيه حيات كثيرة ان ننخصها بالترك هنترك الاشياء ونجعلها رخيصة بالترك فما بالك بقى اذا كانت فيها غش فهذا الشخص بقى يتحمل ما فعله من الغش امر التالت والمهم ان احنا لازم ندعي ربنا سبحانه وتعالى ندعي ربنا سبحانه وتعالى ان يوسى علينا ارزقنا وان يبارك لاهل الطيبة واهل الطهر عشان يكونوا سند ومدد وداعمين لنا في حياتنا وخاصة في الاوقات اللي احنا فيها دي تعالوا نتعود كده نعمل سنة مهمة جدا جدا السنة دي عتساعد الطيبين عتساعد الصادقين عتساعد الدكار ومناء وندعي اللهم هذا تاجر امين فنسألك يا مولانا ان توسع عليه رزقه وان تبارك له في عمله وان تجعله يا ربنا مرتاح البال وان تشرح صدره للطاعة اللهم انه كان بابا من ابواب لطفك علينا فتلطف به وارحمه ووسع رزقه يا رب العالمين يا رب ووسع رزاق الدكار والامناء واهدي التجار اللي مازال على قلبهم غشاوة ارفع يا ربنا غشاوة عن قلوبهم عشان يكونوا باب من ابواب فضلك وبركتك على الناس